أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف إنه المصدر الوحيد للبذل والعطاء من مسيح بديماه علم الدنيا العظيم أمين أمين وأنا بشجع كل مشاهد وأنت بتسمع هذه الكلمات هي كلمات على فكرة موجهة لكل شخص بشاهدنا حتى فعلا اليوم يكون قرار في حياتك قرار للخلاص طالما في شخص بذل أعطى حياته من أجلك ومن أجلي كما قال عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم لكن المسيح قال أنا هو الراعي الصالح أحب الكلمات والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف أنا مرة عملت مقارنة بين كل رعاة العالم اللي بيرعوا الخراف وبين هذا الراعي الصالح رحت عملت لقاء مع خروف فأقول له إيه أخبار الراعي بتاعك قال لي يا الراعي بتاعي مية مية بيأكلني أحسن أكل ويشربني مية يعني وياخد لما أعطش يشربني ويدافع علي وبعدين يدخلني الحظيرة ويدفيني يا راجل ده مرة حصل لي مرض خدني للدكتور البيطري وعلجني يعني أنت فرحان بالراعي بتاعك قال جدا 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 ما فيش زبان ثلاثة وروحت أعمل معه لقاء تاني نكمل الحلقة لديت الراعي ربطه بحبل فرقبته وجره على حتة اسمها السلخانة حتة مكان حيزبح فيه الخروف قلت له نكمل الكلام إيه أخبار الراعي بتاعك الراعي ده راعي ده تريه بيأكلني ويشربني ويعالجني وعشان بعدين يذبحني يستفيد منه آه وبعدين رحت سألت الراعي وطوله أنت بتعمل كده ليه لماذا تذبح الخروف قال لي عشان أعيش بذبح الخروف ده أكل عيش عشان أعيش بعدين رحت سألت المسيح وطوله وانت قال لي أنا بأذبح أو أنا زبحت على الصليب عشان أنت تعيش تعيش كل راعي يزبح الخروف لكي يعيش إلا المسيح ذبح عشان الخروف يعيش مجروح من أجل معاصينا مصحوق من أجل أسم كشات تصاقه إلى الزبح يا رب أنت خروف ولا أنت راعي قال أنا راعي لكن لما بزلت نفسي من أجلي ومن أجلك عشان تعيش أنا كنت كشات تصاقه إلى الزبح وكان نعجل صامتة أمام جزيها موسيقى 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 اشتركوا في القناة